تشهد المنطقة العربية تدخلات ومشاريع دولية وإقليمية متضاربة لكل منها رؤيته وستراتيجيته الخاصة المنبثقة من قراره الوطني ومصلحته القومية وتعتبر سوريا وليبيا والعراق أبرز الأمثلة على تعدد هذه المشاريع وتأثيرها الخطير على دول عربية تمثل الثقل العربية جغرافيا وبشريا لتتقاسمها القوى الدولية تاركة العرب يعضون أصابع الندم على تفريطهم في تحصيل عوامل القوة والاستقرار في سوريا أصبح الملف مادة مقايضة على طاولة الأمريكيين والروس فيما يرزح الشعب السوري تحت مجازر أهمجية تعدت كل حدود العقل والمنطق وفي العراق التهمت إيران وأحزابها الطائفية ما تبقى من أرض الخلافة وأجهزت الخلافات السياسية والطائفية على ما تبقى من العراق دولة ومجتمع وفي ليبيا أمسك الأوروبيون والأمريكان بأغلب خيوط اللعبة فيما بقيت محاولة التأثير العربي محدودة التأثير والنتائج وفي بقية الدول العربية زحف المشروع الإيراني عبر أذرعه المسلحة إلى لبنان واليمن لتبقى الأمة تندب حظها في انتظار فعل عربي يحافظ على كيان الوطن وبيضته السؤال المطروح اليوم على العربي في قمتهم السابعة والعشرين في نواكشوت هو لماذا لا يوجد مشروع عربي ينافس إن لم نقل يواجه المشاريع الإقليمية والدولية في المنطقة لماذا رضي العرب بالبقاء ضمن سراتيجية الآخرين وخططهم سؤال لن تتم الإجابة عليه بصدق دون التنبه لعوامل نجاح المشاريع الأجنبية في الوطن العربي نجاح يعود في جوهره إلى وجود رؤية واضحة وقيادة ديناميكية تسندها سياسة خارجية حيوية وفعالة فيما بقيت أغلب الدول العربية مشغلة بذاتها غافلة عن التدافع الدولي من حولها منشغلة بأوضاعها الداخلية ما جعلها عرضة للاختراق سهلة الافتراس في منظومة دولية شرسة صممت لبقاء الأقوياء وحدهم اشتركوا في القناة